دكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا حيث قال رئيس مجلس الأمناء إن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم وبدعم سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء تجسد مبادئ الاعتدال والوسطية الإسلامية السمحة فكرا وممارسة موضحا أن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يحمل راية نشر مبادئ التحضر والسلام والوئام ويعمل جاهدا على تكريس الإخاء الإنساني وفق إعلان مملكة البحرين واستنكر الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد جميع ممارسات الإذاء البدني والنفسي والكراهية التي تستهدف الناس على أساس انتمائهم الديني وكذلك الإساءة البغيضة للكتب المقدسة معربا عن إدانة وشجب هذه التصرفات المؤسفة والشائنة باعتبارها تشكل تحريضا صريحا على التطرف والعنف وانتهاكا صارخا للمبادئ والمواثيق الدولية